صائد الحريات الصحفية طلقا في يوم الصحافة العالمي وبين الصحافة وصائديها لا سيما الميليشيات حرب لا تتوقف حرب مفتوحة من طرف واحد أبطالها زعماء الميليشيات وضحاياها الصحفيون ففي اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالثة من ماي من كل عام تمر الذكرى في ظل اتساع دائرة الانتهاكات الصحفية ولا شيء يمكن أن يتذكره العالم في هذا التوقيت سوى مسلسل الانتهاكات التي ألحقتها الحروب بالصحفيين صحفي اليمن جزء من إعلاميين العالم الذين يحتفون بهذا اليوم لكنهم الأكثر خسائر ألحقتها الميليشيات بمناخ الإعلام اليمني وتلك مسيرة امتدت خلال ثلاث سنوات من الانقلاب والحروب حيث تصعدت فيها بداية الأمر لغة تخوين الصحفيين ومن ثم دشنت ميليشي الحوثي مشروع ملاحقتهم وقليلا ارتفعت وتيرة الاستهداف لتشن على من تبقى منهم داخل البلاد حملات اعتقالات وإخفاء قسري وتعذيب ولم تتوقف عند هذا النهج فالجماعة الانقلابية اتسعت شهيتها فواصلت حصد أرواح صحفيين متواجدين في مناطق النزاعات حيث استهدفتهم بهجمات إرهابية قصف وقنص ولا يسع المتابع إحصاء حتى كل هذه الانتهاكات كان هذا جزء من مسلسل استهداف الصحفيين فلنغير الزاوية إذن ونرى ما هو أكثر من هذا كله لما تسمى بسلطة الأمر الواقع في صنعاء إذ تذهب لتزاوج بين الخيارات فيد تقصف الصحفيين وتقتل وتعتقل ويد تفتح قنوات فضائية في صنعاء في قناة الهوية في يوم تدشينها ومولدها الفضائي وهذه لقطة من الإعلام السائد في زمن ميليشيا الحوثي التي طبعت الحياة بشعاراتها الضيقة وخنقت الأصوات ليبقى صوتها الوحيد ولا بأس أن يكون زمن التفرطة التلفزيونية وقصف المشاهد اليمني فضائيا وواقعيا وليس على الأرجح بل والمؤكد أن هذه هي البيئة التي تعمل جماعة الحوثي عليها وتغذيها لتعزل المشاهد عن واقعه فمحركها الدافع هذا هو جزء من حربها على اليمنيين للتغييب الحقيقة عنهم أو تغييبهم عن الواقع الذي زجتهم فيه